طيرة قربت على الأشياء وبدأ تبلش تسحب وتحط بالسلة سحبة القطوم وقعتها اوكي يا شباب يا صبايا الان احنا وصلنا على البيت وهلا حنفتح الكرتوني ونحطهم بالأفص هاي يعني هلا بابداية بس بدي حطهم انا بدي يردعموهني لانه نصلي طالع من البيت من الساعة الشي يداعش وهلا شوفوا ديش الساعة اربع الربع كان مشوار شوي بعيدة حتى حسننا نجيبون هلا بس خلونا نحطهم بالأفص وبعدين نشوف شو بدنا نعمل هاي الطيرة اللي حكيين عليها هاي طيرة تانية هلا مثل ما اعتلكم كلهم راح اضطون سوا وهذا فحل الأحمر هاي طيرة وهذا فحل تاني ماريا هم تبقى بعيدين نتابع الان متابقوا rane كلها انا رأيت الطيرة تحميل الجرائد شائقة جريدة وحاملتها تحاول تخطي السلة فعن تعطيني هي مؤشر ان انا بدي ابني العش لحسن الوقت انا جاهزين جاهزين اخطيها على طرف السلة اشان تسحبون وحدي وحدي احسن انه يحط قسم قسم بس انا ان شاء ما دقيقون بحب تحطو كتير حتى ما كل شوي فوت لعندو انا بحب تحطو كتير اذا رجعها لبنتها وحط الطيرة بتاني يلس الشي أحيانا هلأ هيك حطينا للطيارتين وخلينا نرأبون شوي من بعيد وخلينا نرى إذا بدون يسحبون الأشياء أم لا طبعا حبائبي ألمت المالكون شايفين نحن جهزنا الأفاص وزبطنا وضعنا الأكل والماء وهي السلة طبعا يضطيرها البنية نحن نسميها في الشام أو في سوريا وأنا لدي الأجانب طبعا إلى اسم الثاني هاي هونية الطيرة هاي بدنا نحاول أعطيها واحد مفهولة الحمر أنا بدي أعطيها هذا الفحل الأحمر كمان زبطنا له كل شيء أكل ومي بدنا نشوف شو الله بيسر معنا نصور أعطيها كما شفنا نحن نباري حطينا الأش وحطينا وزعناهن على الأفاص اليوم بدنا نلاحظ الشيالي إنو الطيرة كما حكيت أنا صغيرة بكرية لسه أول مرة بدهار تتزوج فما عند رسالة تزوج لسه خبرة بالموضوع لاحظوا أين حطت الأشات حطت الأش بالمأكلية مع أنه قدامها السلة ولكن حطتهم هون معناها في غشمنة بالموضوع لأنها لسه صغيرة حتى أنا رح أفك الله اللبادة محطوطة وراح أصغير العلبة تبعة المأكلية لحتى تعرف حالة بين ده تلف بسرعا 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 من دفع حالر لا مطية بسرعا ت掾 pesنا ذلك أعداء بسرعا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة